موسيقى ايران تنفي سحب مستشاريها من سوريا وتؤكد على مواصلة وجودها بالتنسيق مع سلطة الاسد مع استمرار تدهور الخدمات الاساسية تصاعد حراف الشارع في محافظة سويدا لمناقشة الواقع الصناعي والاستثماري شمال سوريا وزير المالية والاقتصاد يجتمع مع الصناعيين والمستثمرين السوريين في ولاية غاز عنتاب التركية نشرة اخبار المساء من قناة حلب اليوم اهلا بكم قال وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان ان مستشاري بلاده سيستمرون بعملهم في سوريا في تقديم الدعم لقوات سلطة الاسد يتذلك كرد على الانباء التي تحدثت عن انسحاب ايراني من سوريا التقرير والتفاصيل رغم كثافة الضربات الامريكية الاخيرة ضد مواقع ميليشيات ايران في سوريا واستمرار الضربات الاسرائيلية ايضا يبدو ان طهران لا تفكر بالانسحاب بمقدار بحثها عن طرق جديدة لطبيعة البقاء وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اعلن من دمشق استمرار عمل مستشاري طهران في سوريا بالتنسيق مع قوات الاسد وهو حديث يؤكد موضي ايران بمخططها في المنطقة لكن عبر سلطة الاسد اكثر من كونه عبر ميليشيات منفصلة تصريحات الاهيان جاء تعاقب ايام من حديث لوكالة رويترز عن نية الحرس الثوري الايراني الاعتماد على فصائل شيعية متحالفة مع طهران للحفاظ على النفوذ الايراني في سوريا مشيرة الى ان طهران قلصت وجود مستشاريها وهي صيغة لا يبدو ان ايران ترغب بها الاهيان الذذي التقى بشار الاسد على مقربة من مناطق القصف الاسرائيلي لمواقع ايرانية بريف دمشق اكتفى بادانة الضربات كما هاجم الوجود الامريكي بصفته غير شرعيا بحسب قوله تؤكد طهران وجودها في سوريا من خلال سلطة الاسد التي ابربت معها اتفاقيات في ملفات الاقتصاد والتجارة والصناعة المحاور التي كانت نقاش الاهيان مع بشار الاسد بحسب صحيفة الوطن الموالية تشرعن ايران لنفسها الوجود في سوريا ويشرعن بشار الاسد وجود الميليشيات بينما يهاجم الحليفان بقية الاطراف خلال تصريحات لنعكاس لها سوى على حساب السوريين اصحاب الارض والشرعية الحقيقية وينضم الينا السيد مصطفى نعيمي باحث مشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الايرانية من هاتاي اهلا بك سيد مصطفى من رسائل التي تريد ايران ايصالها من خلال زيارة وزير خارجيتها الى بيروت ودمشق تحياتي لك استاذ رغف تحياتي لستاذ المشاهدين الكرام نعم لا شك ان الزيارة وزير خارجية الايراني الى دمشق تأتي بعد زيارة اجراها في لبنان كان قد التقى بزعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله كذلك ايضا طلع على الكثير من التفاعلات التي تجري في الساحة اللبنانية بالتحديد كذلك ايضا هناك الزيارة النهائية تتمها في دمشق وذلك للحيلولة دون ان يكون هناك اشتباك وهنا اتحدث عن ما هي الردود الايرانية على القوات الروسية والاسرائيلية وكذلك ايضا امريكية لاسيما نحن نتحدث عن مشروع للولايات المتحدة والضربات الاخيرة التي استهدفت ميليشيا ما يطلق عليها غرفة عمليات فصائل مقاومة الاسلامية في العراق فعمليا هناك الكثير من الاجراءات التي سيتم اتخاذها وفق التدابير التي قدم بها وزير خارجية من خلال التباحث مع المسؤولين السوريين لسيما توزيع الجهود على الجبهات وكذلك ايضا الملف الامني الهاجس الامني بالنسبة له كان ابرز تلك الملفات التي تم تباحثها لسيما ما بعد الاهتهامات المتبادلة ما بين جانب الايراني وكذلك ايضا النظام السوري وصولا الى جانب الرؤسي حول تحديد الاهداف او تمرير هذه المعلومات لتحديد اهداف لقادة في الحرس الثوري الايراني نعم سيد مصطفى ما هو شكل الوجود الايراني المتوقع خلال المرحلة المقبلة اعتقد بان التمثيل الايراني بشكل عام هو يعني ينطلق وفق رؤية استراتيجية في ادارة هذه الملفات لاسية ما نحن نتحدث عن اتفاقيات الدفاع المشترك وتفعيل تلك الاتفاقية منذ العام 2012 كان يعمل عليها بشكل حثيث تم تتويج تلك الاتفاقية في العام 2015 واليوم نتحدث عن استيلاء شبه كامل على المؤسسة العسكرية وبالتالي القرار السوري اصبح وقرارا ايرانيا لترسيخ هذه الادوات كان يحتاج تلك الزيارات وايضا المباحثات المباشرة ما بينه وبين جانب النظام السوري او ما تبقى من هيكلية النظام السوري وذلك ايضا من اجل الوقوف على تحديات القادمة وخاصة اننا نتحدث عن ارتفاع وثيرة الاستهدافات في الجبهة اللبنانية بشكل عام كذلك ايضا هناك استهدافات لنتحدث عن عمليات الاغتيالات انتقال سياسة جز العشب الى مرحلة الاغتيالات بشكل مباشر نتحدث عن خبراء في الحرس الثوري الايراني نتحدث عن رئيس جهاز الاستخبارات في فيلاق القدس نتحدث ايضا عن الكثير من القادة الميدانيين كذلك ايضا عن القادة المسؤولون عن برامج المسيرات والبرامج الباليستية في سوريا نعم سيد مصطفى هل بشار الاسد قادر على تغطية الوجود الايراني في سوريا امام من يعارض ذلك اعتقد بان النظام السوري ليس بمقدوره معارضة النفوذ الايراني في سوريا والسبب الرئيسي في ذلك ان ايران تتماهى مع الوجود السوري بشكل عام او ما تبقى من منظومة الاسد بشكل خاص نتحدث عن التحركات الايرانية في كامل الجغرافية التي سيطر عليها النظام السوري كمنطقة نفوذ موجود فيها كذلك ايضا هناك مناطق نفوذ اخرى تحاول ايران لنزاحمة الولايات المتحدة وكذلك ايضا تركيا ووصولا الى روسيا بحيث تستخدم الوجود الروسي كمصادات عسكرية وامنية متقدمة لها لتجنيبها الضربات الاسرائيلية والامريكية في آن امان وبالتالي النظام السوري لا يمكن الاعتماد عليه من حيث التأثير سواء كان ايجابا او سلبا على التواجد الايراني وهو خارج مسألة التأثير بشكل شبه مطلق نعم اشكرك السيد مصطفى نعيمي باحث مشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الايرانية كنت معنا من هاتاي قتل اكثر من مئة مدنيا بينهم نساء واطفال واصابة اكثر من مائتين وثلاثين اخرين نتيجة غارات اسرائيلية استهدفت مناطق عديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وافادت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان لوكالة الانادول ان القوات الاسرائيلية استهدفت منازل ومساجد في منطقة الشابورة بمدينة رفح وان سيارات الاسعاف عاجزة عن نقل الاعداد الكبيرة من المصابين جراء القصف الاسرائيلي المكثف على مدينة رفح رغم اكتزاز المدينة بالنازحين من جانبه احذرت حركة حماس من وقوع مجزرة في رفح التي باتت الملازل الاخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في جنوب قطاع غزة واعلن مجلس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياهو عن اعداده خطة لاجلاء المدنيين منها وسط خشية دولية متزايدة من هجوم محتمل على رفح الواقع على الحدود مع مصر انعكس تخفيض حصة محافظة السويداء من المحروقات على الواقع الخدمي المتردد اصلا لتشهد خدمتين الاتصال والمياه على وجه الخصوص تدهورا في غالبية انحاء المحافظة في حين تستمر مطالبة اهالي السويداء باسقاط الاسد التقرير والتفاصيل ككل المناطق التي يسيطر عليها الاسد تعيش محافظة السويداء تراجعا كبيرا في الخدمات الاساسية الشحيحة اصلا او غير الموجودة يقول موقع السويداء 24 ان رسائل متفرقة وردته من ابناء المحافظة تشتكي تراجع كمية المياه الواصلة لمنازل المواطنين بسبب تخفيض سلطة الاسد لحصة المحافظة من المحروقات ما دفع الاهالي لشراء المياه بتكلفة تصل لثمانين أموات الف ليرة للنقلة الواحدة قطاع الاتصالات ايضا بات شبه متوقف في السويداء ليتهم بعض الاهالي خلال وقفة احتجاجية شبكتي الاتصال الخليوي المخدمتين بالسرقة وتقوم بسرق ونهب المواطنين بالاتصالات الكاذبة بإهامنا بأن الشبكات موجودة ولا يوجد شبكة اتصال ولا شبكة انترنت مع العلم انها تقوم بأخذ المبالغ المالية قبل الاتصال تضييقات الاسد على الحاجات الاساسية تبدو كأنها تغذي عزيمة اهل السويداء دون ان تثنيهم حيث يستمر اهالي المحافظة للشهر السابع على التوالي في احتجاجاتهم المطالبة باسقاط الاسد والتغيير السياسي وتطبيق القرارات الاممية على رأسها القرار رقم 2254 مطالب لم تتغير بل زادت زخما رغم كل محاولات الاسد لوأدها بدءا من محاولة خلق تشققات مجتمعية تنال من وحدتها او محاولات استفزازية لجرها الى ملعب العنف او بتوريطها في تجارة المخدرات ونهاية بالتضييق المعيشي اعلن فريق منسق استجابة سوريا اعتماد التفويض الخامس لادخال المساعدات الانسانية عبر الحدود الشمالية لسوريا بعد انتهاء المهلة السابقة الممنوحة لفرق الاغاثة الانسانية وقال الفريق في بيان له ان معبري باب السلامة والراعي الانسانيين سيتابعان عملهما لمدة ثلاثة اشهر جديدة تنتهي بتاريخ الثالث عشر من ايار العام الحالي واكد البيان على ضرورة ادخال المساعدات الانسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بتزاوم مع زيادة العجز في الاستجابة الانسانية وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات عامل الرسام الصغير احمد على تجسيد مآسي الزلزال الذي عايشه بنفسه مطلع شباط من العام الماضي حيث يمارس احمد هواية الرسم منذ ان كان بالخامسة من عمره ويسعى لنقل مآسي السوريين الى العالم من خلال ريشته انا اسمي احمد عبد المحمود صنونوم الريف حلب ومقيم في جنديرس وبرسم من وقت ما كان عمري خمس سنين وهلا انا عمري 11 سنة ويعني هوايتي الرسم هوايتي المفضلة انا قبل الزنزال كنت ارسم بالبيت ولما صارت كارست الزنزال يعني طبعا هاد الشي يعني اثر علينا كتير طبعا وانا يعني لما صار الزنزال بيتنا ضرر وهيك طبعا ما في اي شخص اصلا يعني صار له الجرأ انه ينام ببيته طبعا المخيمات عبت الدني وانا كمان يعني اخت لوحاتي وغراضنا يعني رحنا على الخيمة وضلينا فترة كتيرة يعني بالخيمة وهنيك صارت شغلية الرسام وهيك والحمد الله هلا يعني بيتنا ضبطنا ويجينا قعدنا هلا فيه هلا انا اكتر رسمة اثرت فيني وخلتني انا عم ارسمع يعني لحتى يعني كانت رح توصل معي يعني حزنت كتير انا عم برسمع الصراحة اكتر رسمة كانت هي الرسمة للطفلة عفراء هي واما اللي ولدت تحت الانقاص طبعا كلنا منعرف بهاي الطفلة اثرت علينا كتير يعني الصراحة انا بوقف مع كل قضية عم بتصير يعني بكل شغلة عم بتصير مثلا صار الزنزال انا اتضامنت معه صار زنزال ليبيا والمغرب كمان انا اتضامنت معه هاد النمط من الرسم هاد اسمه يعني رسم التعبير طبعا في ناس بترسم رسم ما بيعبر ابدا لكن انا بكل لوحة يعني لو كان ما لا معنى ابدا انا بخترع لا معنى نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل مجتمع مسير الشبابي ينظم مؤتمر تحرير القدرات الشبابية في غازي عنتاب مرحبا بكم من جديد في نشرة اخبار المساء من قناة حلب اليوم اعقد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة اجتماعا مع الصناعيين والمستثمرين المقيمين في ولاية غازي عنتاب التركية وناقش الحضور الواقع الصناعي والاستثماري في الداخل السوري وامكانية الاستثمار في المناطق المحررة والصعوبات والعقبات التي تقف امامهم والعمل على حلها وحضر الاجتماع المدير العام للجمارك ومدراء المعابر واتحاد غرف التجارة والصناعة وعدد كبير من الصناعيين والمستثمرين وينضم الينا الدكتور عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة من عزاز اهلا بك سيد عبد الحكيم ما هو انطباع المشاركين بالاجتماع ومدر اقتناعهم بفكرة الاستثمار شمال سوريا مساء الخير لكم للأخوة المشاهدين طبعا الكل يعلم انه انعقد مؤتمر الاستثمار الذي ترافق مع معرض للمنتجات في المناطق المحررة لتاريخ 17-1-2024 طبعا الاستمرار لهذه الجهود فلابد كان من لقاء بعض المستثمرين والصناعيين اللي موجودين في تركيا الذين لم يتسلن لهم المشاركة في هذا المؤتمر فتمت الدعوة لهذا الاجتماع وحضر اكثر من 200 مستثمر وطبعا في منهم ما دخل سوريا في منهم ما دخل سوريا وعجب الوضع في بعض التحديات او الاسئلة اللي كان يواجهها فحنا طبعا هذا الاجتماع راح يتبعوا اجتماعات اخرى داخل تركيا وبعدها سيتم دعوة جميع المستثمرين للاطلاع على المناطق الصناعية في المحرر كان فيه كثير اسئلة هي تحديات بالنسبة لهم ولكن كانت هي مشاكل قديمة وتم حلها فصار فيه قناعات صار فيه قناعات صار فيه ايجابية او نظرة ايجابية ويعني يعني انه صار فيه تفكير للمستثمرين انه يدخلوا للمحرر ويحاولوا يستثمروا فيها ان شاء الله نعم سيد عبد الحكيم هل هناك خطة تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن خاصة بعد مؤتمر الاستثمار طبعا احنا هاي يعني جزء من الخطة طبعا عندنا لقاءات بالداخل ايضا كمان مع عدد كبير الفعاليات بكافة المناطق لشرح مخرجات المؤتمر في عندنا خطط لانش فيه تحديات بدها جهات اخرى ما انها يعني تحديات داخلية فبدو يتم لقاءات مع الاصحاب العلاقة مثلا بتركيا مع بعض الدول الاجتماعات بحيث ان نحل كل المشاكل اللي بتواجه المستثمرين بكافة المجالات حتى نستطيع انه نشجع الناس ترجع ونحسن مستوى المعيشة في ظل ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض مستوى الدخل نعم اشكرك الدكتور عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة كنت معنا من عزاز اقامت نقابة اطباء الاسنان الحرة في عزاز ورشة علمية للاطباء عن الاسنان المنتمرة وتأتي هذه الورشة ضمن مساعي النقابة لرفض الاطباء باخر ما توصلت اليه الابحاث والدراسات العلمية في المجال الطبي للارتقاء بمهارات اطباء الاسنان في الشمال السوري ورفع السوية العلمية لديهم بما يواكب اخر الابحاث والدراسة الطبية في علاج الاسنان اقامت نقابة اطباء الاسنان الحرة في مدينة عزاز محاضرة علمية تحت عنوان الاسنان المنتمرة ماذا تقلع وماذا تترك احنا عندنا نعتبر طبيب الاسنان هو طالب حتى يقاف المهنة لانه العلم يتجدد فضروري جدا طبيب الاسنان يظل مواكب المحاضرات الجديدة يظل مواكب التطورات الجديدة بعلم طب الاسنان موضوعنا كان حول الارحاء المنتمرة الهدف منه انه اثراء طبيب الاسنان العام وزيادة معلوماته حول الارحاء المنتمرة بحيث يقوم طبيب الاسنان بتجديد معلوماته قدمت الورشة العلمية أحدث المعلومات عن الأسنان المنطمرة وكيفية التمييز بين الحالات التي تتطلب التدخل الجراحي والحالات التي تحتاج لرعاية فقط كما تناول الدكتور المحاضر الأعراض التي تدعو لاستيصال الدرس المنطمرة في بناتنا خصائيين وأطباء إكبار مختصين هنا بسوريا وبرة فلما عمان يتجولوا في أنحاء العالم والكليات والمشافي فصير عندهم خبرات جديدة وعلوم جديدة ولما نجتمع بهذه المحاضرات فبيطرحوها علينا بالإضافة للأسئلة اللي نحن نسألهم يا وهنا بيجابوها لدينا خطة موسعة من النشاطات بدأناها اليوم بأول محاضرة علمية في مقر نقاب الجديد ودينا خطة موسعة إن شاء الله تعالى لسلسلة من المحاضرات العلمية بمحاضرين من خارج البلد ومن داخل البلد هدفنا كما قلنا ندعم هذه السوية العلمية لزملائنا تسعى نقابة أطباء الأسنان الحرة وبالتعاون مع جامعة حلب الحرة إلى زيادة الغرشات العلمية للأطباء حيث من المقرر أن يعقد خلال شهر نيسان القادم المؤتمر العلمي الأول لأطباء الأسنان في الشمال السوري بما يساهم في تعريف الأطباء بالداخل السوري على آخر ما توصل إليه العلم في طب الأسنان طالب أهالي الطفل السوري عبد الرحمن عبود بمحاسبة عناصر حرس الحدود التركي الذين قاموا بضرب طفلهم قربة جدار الحدودي بريف إدلب الشمالي مراسلنا سعيد سعيد زار عائلة الطفل وعاد لنا بالتفاصيل نحن هنا في مخيمات الكرامة وتحديدا أمام الجدار الحدودي التركي حيث ظهرت البارحة مقاطع فيديو لعناصر حرس الحدود وهم يقومون بسحب طفل من على الجدار التركي إلى أسفل الأراضي التركية أو إلى داخل الأراضي التركية نلتقي الآن بالطفل عبد الرحمن عبود هو الطفل الذي ظهر في الفيديوهات التي نشرت مؤخرا عبر موقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القصة السلام عليكم عليكم السلام الله أعطيك العافي الحمد لله على سلامتك الله أعطيك أحكي لنا أشار معك أنا هون قاعدة بشغل نار نشو بطاطا أجي طرعوا مني قداحة طلعوا تلعطيهم قداحة مسكني وسحبني لتحت صار يضربني تم يضربني تم يضربني نزلني تحت على السيارة كمان قال بالسيارة صار يضربني أخذني الضابط لجوة قام نزل العنصر وقال أنه صار يضربني وكففين الضابط لغادة النقطة أخذني بعده اجي جب لي غراض وجب لي أكل يعني أنه مشى البرد جب لي حرام وطر راحة قال نام وإن شاء الله وكرا الصباح بنطلع على سوريا بعدها ايجي بالليل أخذني على المستشفى وفحصني بصور لي دي وشاف أنه فينا جروح وفي شيء طيب أنت أشو قالوا لك جوا أشو عملوا ما أنا أفهم عليهم يصوروا حكونا بالتركة أنه أشو أنا أنا أفهم عليهم يصوروا بس يكروضوا بتكي أما أفهم عليهم شيء شكرا ونلتقي أيضا بوالدة الطفل عبد الرحمن للحديث عن مطالب العائلة تجاه هذه القصة السلام عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم الحمد لله السلامتو الله يسلي عمك يا رب فيك تحكي مننا شو صار من وقت اللي أخدوا عبد الرحمن رحنا فتنا وها أنه لا نحسن نوصل لحد أنه يوصلنا بس نعرف أنه عنه أي شيء لأنه ابني ضلع قاسر ما نقول أنه هالزلمة أو أي شيء الكل عمره 14 سنة أنا لما شفت مقطع الفيديو أنا قلبة من جوا نحرق يعني هذا طفل بالأخير بتساوه هيك فيه فوق استعزل استعزلكن إنتو إحنا متقاوين فيكن ما أنه تيجوا هيك تساوه فينا وتعمله فينا بعدين إجي شاب تواصل معنا قال أنا بتواصلكم مع الجيش التركي وهيك عجبنا صورته هون يرتحنا شوي بس أنا بتمنى أنه اللي يساوه بابني هذا الشيء يتعاقب والعقاب أنه أنا شوفه بعيني أنه كيف هو والشخص التاني اللي كان عم يضرب ابني أنه كمان يتعاقب وبتمنى من هذا الشيء أنه ما يتكرر ويعطيك العافية الله عافية شكرا إذن وكما أخبرتنا أنهم يطالبون الجهات المعنية التركية بمحاسبة من عذب هذا الطفل من حرس الحدود حيث أن الأطفال هنا يلجأون إلى هذه المنطقة للعب حيث أنها هي المتنفس الوحيد لأهالي مخيمات الكرامة هنا وتقع على الحدود السورية التركية سعيد سعيد حلب اليوم من مخيمات الكرامة بريفئة بشمالي تراجع إنتاج الفروج في محافظة ترطوس بشكل كبير بعد توقف نحو 80% من المداجن المرخصة وغير المرخصة عن العمل وفق صحيفة الوطن الموالية وقالت الصحيفة إن أهمال وزارة الزراعة لهذا القطاع وعدم تقديمها الدعم لمربيد دواجن السنة الماضية تسبب في توقفهم عن العمل وسجلت مناطق سيطرة سلطة الأسد قفزات كبيرة بأسعار السلع والمواد الغذائية إضافة لرفع أسعار الخبز والمحروقات في ظل تدني أجور العمال وظروف المتردية التي يعيشها السكان قال رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابع لسلطة الأسد في دمشق زاهر حجو في تصريح إعلامي لجريدة الوطن الموالية إن عدد الأطباء الشرعيين في سوريا لا يتجاوز لأربعة والخمسين وقدر حجو أن عدد الأطباء لم يزد وهو على حاله وتقاعد العديد منهم مع وجود محافظات تفتقر إلى الأطباء الشرعيين مثل دير الزور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد بريف إدلب الجنوبي والشرقي مشيرا إلى أن الأطباء الشرعيين في درعة تقاعد وفي الحسكة هناك طبيبان شرعيان فقط وفق قوله وبحسب حجو فقد طلبت حكومة الأسد من الهيئة العامة للطب الشرعي إعداد دراسة مستعجلة لإيجاد حلول من مشكلة الطب الشرعي وكيفية استقطاب أطباء إلى هذا الاختصاص وفق الصحيفة بتنظيم من مجتمع مسير الشبابي وبمشاركة شبابية واسعة من مختلف التخصصات الجامعية والعديد من الخبراء والمؤثرين انطلق مؤتمر تحرير القدرات الشبابية في غازع انتاب التركية التقرير والتفاصيل تكون البلد مستقرة على ازدهار قوة ضربة الإقاع الأولى تحت هذا الشعار وبهدف بناء المجتمع والدولة انطلق مؤتمر تحرير القدرات الشبابية في ولاية غازع انتاب التركية بتنظيم من مجتمع مسير الشبابي وذلك بمشاركة شبابية واسعة من مختلف التخصصات الجامعية وبصحبة مجموعة من الخبراء والمؤثرين يهدف المؤتمر الى انه يساعد ويخلع هذا الوسط للشباب فكان هذا المؤتمر من تصميم شباب المسير بحد ذاته شباب العائلة وبنفس الوقت يرسم خارط الطريق لمسير خلال السنة القادمة بجميع انشطة المبادرات ان شاء الله خلال يومين صلت المؤتمر الضوء على النشاطات المجتمعية والفكرية عموما والشبابية منها خصوصا لسيما الدور الكبير الذي تلعبه في النهوض بالمجتمع والمساهمة الفعالة فيه اضافة لتعزيز المبادرة وتحمل المسؤولية القطاب الموجه للشباب يجب ان يفهم عقول الشباب ونفسياتهم طبعا ليس معنى ذلك ان انت تستفل بالقطاب او تنزل به انما المقصود بالتالي اعتقد انه على في احسن الظروف يحتاج الى تغيير ولكن يحتاج الى تحسين ولكن التغيير افضل لانه ربما الخطابات السابقة لم تعد تجدي الامور تغيرات الاصر تغير نحن في عصر السرعة نحن لكن مع ذلك يفترض ان نظل منتبهين الى ان منظومة القيم لا تتغير تقلل المؤتمر معرض لللوحات الفنية الهادفة ومحاضرات وندوات وورش عمل اضافة لجلسات حوارية تفاعلية نقشت خلالها مواضيع متنوحة انتهت بتبادل للخبرات والمعارف بين الحضور الاكل اول حجة بتطلع معنا هي صعوبة الظروف وما احد عنده وابصراحة هذا شي صحيح بس في ناس بتبادل غزة ايضا كانت حاضرة في المؤتمر حيث نفذت عدة انشطة وحملات مناصرة لقضايا المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية الداخل التي يدعمها العالم الخارجي لتجهيلها نهاية نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الالكتروني حلبتودي تيفي دوت نت دمتم برعاة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة